أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن البيئة الاستثمارية في الأردن حققت تحسنا محدودا في بعض المعايير التي تعتمدها لقياس ثقة المستثمر وذلك لشهري أيلول وتشرين الأول الماضيين وفقا لمسح دوري نتائج المسح ظهرت أن 32% من العينة راغبون بتوسيع أعمالهم العام المقبل بينما 58.9% منهم ينون إبقاءها كما هي في حين عبر 75% عن نيتهم تقليص أعمالهم والأسباب هي الوضع الاقتصادي والقوانين والسياسات الحكومية وحول التوقعات الاقتصادية للأردن العام المقبل عبر 38% أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن بينما يعتقد 35.9% أنه سيكون أسوأ في حين يعتقد 24.3% من المستثمرين أن الوضع سيبقى على حاله وحول البيئة الاستثمارية بيّنت نتائج المسح بأن 35.2% من المستثمرين يجدونها مشجعة بينما يشعر 59.8% منهم بأنها غير مشجعة بسبب ارتفاع الضرائب والركود الاقتصادي وتعقيدات القوانين وارتفاع الكلف التشغيلية وأشار المسح إلى ارتفاع عدد المستثمرين الذين أعربوا عن أنهم راضون جدا عند التعامل مع هيئة الاستثمار بنسبة 84.5% بينما أعرب 13% عن عدم رضاهم